حد بيقول ابي التمس صوت الله بوضوح في مشكلة كبيرة واشعر بالتيه كيف يكون ليه قرار يرضي الله دايما احنا لما بنكون في قدام اختيارات محترين وعايزين يسمع صوت ربنا بنعمل اربع حاجات اول حاجة نصلي نصلي كتير اتنين نفكر نفكر كتير نمر التلاتة نشبع بكلمة ربنا في الانجيل عشان يبقى الفكر فكر المسيح ونمر التربعة ناخد مشورة الصلاة والتفكير والانجيل والمشورة بيخلوا في الاخر قرار معقول ونمشي فيه بدون ترد وربنا يرشدك للصح